بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسلام بسم الله من لا يضرم عسبه سم ولا لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه وبعد الجمهور الكريم السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وأهلا ومنحبا بكم في اليوم الثاني للتنوبة التطريبية في سادك وقلبك والتي بدأت بالأمس بعالمين جديدين هما سعادت المستاذ مستور محمد إبراهيم فيومي الذي حدثنا عن الأفضار الشارعة في المفردان والتراكين وسعادت المستاذ مستور أيمن مباشي الذي حدثنا عن علامات الترتيعي ودورها في أهل المعاني واليوم بمشيئة الله نستكبر الدورة لعالمين جميلين هما سعادت الأستاذ الدكتور أدور أبو اليزيد والأستاذ الدكتور مليل الشبيت ونبدأ الفقرة الأولى بحديث مرجز عن كتابة الأعداد أو الأرقام بأحرف عربية لأن كتابة الأعداد والأرقام من الأمور المهبة لكل باحث ولكل دارس وهذه القواعد تحكم سلامة الكتابة ودقة الأسلوب وصحة التراكين هذه القواعد تحدثنا عنها سعادة المستاذ الدكتور نبيل الشبيري فليتفضل بسعادة الموش بسم الله الرحمن الرحيم وحيد بن ستعين والصلاة والسلام على أجراء المسرين سيدنا محمد بن سيد كمري التالي محمد وعلى ذاته وصحبه أجمعين وبعد بالبداية أتقدم بقرار سيد شكري وتقديري إليكم جميعا ومما يشعرني أن أتحدث إلى خبراتكم اليوم عن موضوع من الأهمية بمكان لا يستغنى عنه لحالب من الأحوال ألا وهو العجل والعدد باب طويل يجتمل على أمور كثيرة من أهم هذه الأمور الأول أنواع العدد لابد في البداية أن نعرف أنواع العدد حتى المستطيع أن نعرف كل حكم يختصر بهذا النوم من العدد بعد ذلك العدد له أنواع منها العدد المفرد وهو العدد من واحد إلى العسرة والعدد منها والعدد منها النوم الثاني العدد المركز وهو العدد من أحد عشر إلى السمعة عشر النوم الثالث هو أبضاء اليقود وهي عشرون وثلاثون وأربعون إلى تسعين النوم الثالث والأخير وهو العدد المعقوب والعدد المعقوب هو الذي ينحصر بين أبضاء العقوب وهو العدد واحد وعشرون واثنان وعشرون إلى تسعة وعشرين وهدف الثاني من الأمور التي يجب أن نقص عليها لدام العدد هو الحديث عن تسطير العدد وتقنيفه كثير من الناس يغطلون في تذكير العدد وتأميسه عند إسماعه إلى التنميس لكن الأمر ليس عشوائيا وإنما ذات الضوالث وقواعد وضعها النحويون يجب أن نسير عليها حتى لا نقع في الضضاء والله العددان واحد واثنان يذكراني مع المذكر ويؤنباني مع المؤمن فنقول جاء رجل واحد وجاء رجلان اثنان رجل مذكر فأدينا لقص مذكر واحد وكذلك لقص رجلان مذكر فأتينا لقص اثنان مؤمن ونقول أتينا لقص اثنان مذكر إذا نكون إجابة رجلان اثنان فقد رعينا التذكير بين رقص رجلان ورقص اثنان ونقول أيضا وصل في مرة ويجد بالتأميك ووصل امرأتان اثنتان أيضا بالتأميك العدد واحد واثنان من التنفاص الذي الوظف المعدود للتذكير والتنميك الأعداد من ثلاثة إلى عدر دائما من الأعداد تقارب المعدود في التذكير والتنميك فهي تذكى مع المعدود المهنف وتذكى مع المعدود المهنف تنظر إلى المثال جاء ثلاثة طلاب وثلاث طالبات كلمة طلاب مذكرة لأن مفرنها طالب لذلك أنفنا العدد فقلنا ثلاثة جاء ثلاثة طلاب أما ضخص طالبات إذا نظرنا إلى المفرد نجده طالبا طالبا مهنفا لذلك لكرمنا العدد فقلنا ثلاثة طالبا أنه لك إلا للتسجيم مع المهنف 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 المه أنه لك إلا العرب المه 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 وابن ملك ذكرها خلاثة بالتالي كل العشرة في عدب أحدهم المذكرة ضد جرد والمميز جرد يعني مخالفة من الفجر ليه ليه سماع سماع هي الدغة في العرب موضوع السماع ومع المهنف السماع ومع المهنف 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 ومما وضعت القرآن الكريم قوله تعالى في أربعة أيام سواء للسائلين أيام مقدرة يوم لذلك كلنا في أربعة أيام متأليم وكذلك قول الله تعالى سقرها عليهم سبع ليال وثمانئة أيام رسوحا هذه الآية جمع القيمة الأمور قوله قوله سبع ليال مفرد ليال ليلى لذلك ذكر العدد قول سبع وثمانئة أيام أيام مذكر لأن المفرد يوم لذلك أمس العدد قول ثمانئة أيام كما بلى من الكلام أن مرض التكدير والتأليس بالمعدود إنما يقول من حيث المفرد لا من حيث الجمع قد تجد كلمة ظاهرها الجمع ومع ذلك يأتي ظاهرها جمع المؤنث ومع ذلك يأتي العدد المؤنث هذا الأمر كان مراعاة بالنسبة ومن هذه الأنسلة قبلنا هذه خمسة كطابات كلمة خطابات والإنسلة بالنسبة الذي تكون على التأليم إلا أن المفرد خطاب وخطاب مذكر لذلك أن نسعنا العدد وكلنا هذه خمسة كطابات ومن أمثلة ذلك أيضا كلمة سجلات نقول هذه خمسة سجلات لأن المفرد سجل ففي موامعات التذبير والتأنيس ننظر إلى المفرد لا إلا الجام وهو في كل المفرد مصدفة ربع المؤنث مثل كلمة خطاب هذه كلمة غير عربي فقط نقمع بذلك فنقول خطابات وسجل السجلات ودغيهم 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 وهكذا هذا أصل المفرد لا تنظر إلى الجام وإنما تنظر إلى الجام من المفرد فنقول خطابات وما تنظر إلى الجام وما تنظر إلى الجام سوى الوضع أما جمع المنزلتين والتعبير المنزلتين الاحتراز المنزلتين لأنه يجمع عليه أحياناً غير المواجد يجمع عليه المبكك إذا كان غير عقل مثل سجيل المنزلتين بس درهم ويقفل رئيماد ويقفل أما جمع المنزلتين لأنه أحياناً غير المنزلتين لكن الفكرة أنه عقل مبكر ما أعرف هذا جمع الجمع المنزلتين جمع المنزلتين جمع المنزلتين وليس جمع المنزلتين العددان أحد عشر واثنى عشر الخزان حكم العدد واحد وثمان ويبقى اكتباراً أيضاً مع المنزلتين ويؤنثان مع المنزلتين إلا أن كلمات إثنى عشر تكتب في الواقع في الألف وترغى في عراب المتنى وفي النصب والجرق تكون دلياً ونقول إثنى عشر مع المزكر واثنى عشر مع سلوان فنقول سافر أحد عشر رجلاً التذكير ونكون حضراً محاضرةً